اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن الرعاية الفائقة التي يحظى بها القطاع التعليمي من لدن حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا فتحت أفاقا واسعة في المجال التعليمي لتكوين الكوادر البحرينية وتطويرها لتكون مساهمة بشكل فعال في رسم مستقبل البحرين المشرق في العهد الزاهر لجلالته يده الله مشيدا سموه بالاهتمام والدعم الذي توليه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وحرص الحكومة المتواصل في دعم الحركة التعليمية الرافدة وفق منهجية واضحة المعالم لتكون البحرين في الطليعة دائما جاء ذلك لدى تفضلي سموه بحضور حفل احتفاء مدرسة ابن خلدون الوطنية بخريجيها الذي نظمته المدرسة بمناسبة مروري أربعين عاما على تأسيسها حيث كان في استقبال سموه في مقر المدرسة سعادة السيد فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس أمناء المدرسة والأستاذة فريدة عبد الرحمن المؤيد رئيسة مجلس إدارة المدرسة وعدد من أعضاء مجلس الأمناء وخريجي المدرسة القدامة وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن مدرسة ابن خلدون الوطنية سجلت نجاحات متواصلة في تنمية الشباب البحريني وتطوير قدراتهم من خلال احتضان المدرسة لنخبة من الخبراء الذين أسهموا في تنمية قدرات الطلبة والطالبات وسير المدرسة على الأساليب الحديثة والمبتكرة ضمن رؤية المدرسة في تنمية الهيئة التعليمية وانعكاسها بشكل إيجابي على الدارسين وأعرب سموه عن تقديره بجهود مجلسي الأمناء والإدارة في دعم تطور المدرسة والجهاز الإداري والتعليمي في المدرسة خلال مسيرة الأربعين عاما مهنئا سموه الخريجين وما حققوه من نجاحات وإنجازات من جانبه ألقى الدكتور كمال عبد النور رئيس المدرسة كلمة بهذه المناسبة عبر من خلالها عن عظيم امتنان وتقدير القائمين على المدرسة لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على تفضل سموه بتشريف المدرسة بحضور الحفل مؤكدا أن حضور سموه يعكس حرص سموه على تواصله مع إخوانه وأخواته خريجي المدرسة الذين بدورهم احتفلوا بحضور سموه الكريم كأحد أبرز خريجي المدرسة الذين حققوا إنجازات مشرفة ساهمت في رفع عالم البحرين في المحافل الدولية ترجمة نانسي قنقر